فيسبوك يكثف محاولات كبح انتشار المعلومات المضللة حول لقاحات كورونا وتعزيز نشر الحقائق إضافة إلى الاستدلال على الفئات الحذرة من أخذ اللقاح خطوة الموقع الجديدة تهدف إلى حظر المجموعات التي تنشر بشكل متكرر معلومات مضللة حول الفيروس واللقاحات بشكل عام ومنذ أشهر يعمل فيسبوك على إزالة معلومات كورونا المضللة والترويج للنصائح الصحية الصادرة عن منظمات موثوق بها رغم إنكاره المستمر لانتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة على منصته الزرقاء أعلن مارك زوجربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أن موقعه سيسهل الإبلاغ عن المحتوى الخاطئ والمنشورات المزيفة وفي 2018 وقبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة وظفت فيسبوك خمس مجموعات محلية من مدقيقي الحقائق للمساعدة في منع تكرار ما حدث عام 2016 حين انتشرت المعلومات الخاطئة بشأن الانتخابات الرئاسية وفي ديسمبر عام 2019 أعلنت فيسبوك أنها تخطط لتعين مراجعين مجتمعين يتم تعينهم بموجب عقد من خلال شركائها للتحقق من صحة المحتوى الذي يتم نشره على المنصة وفي إبريل 2020 اتخذت الشركة إجرائين جديدين أولهما بدء إظهار روابط جديدة للمعلومات الرسمية لكل من شارك أخبار غير حقيقية وثانهما إضافة قسم جديد إلى مركز معلومات كورونا لنشر المعلومات التي يتم التحقق منها وفي يونيو 2020 ووسط تزايد مقاطعة الإعلانات التي تضغط على الشركة لمعالجة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية أعلن فيسبوك عن إطلاق حملة لمساعدة الأشخاص على اكتشاف الأخبار المزيفة اشتركوا في القناة